الاستعانة بالله قال النبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز ثانيا أخلص لله تعالى في التخلص من هذه العادة القبيحة الإخلاص سيكون سببك للخلاص من هذا المرض الشائن أقصد مرض العادة المحرمة ثالثا تعود مراقبة الله في السر والعلن المراقبة ألا ترى في كل حركة وسكنة إلا الله سبحانه وتعالى إذا لا بد وأن تتعود مراقبة الله عز وجل رابعا اجتهد على تحقيق خلق العفة والحياء والطهارة أحيي هذا المعنى اقرأ في هذا المعنى معنى الحياء والعفة والطهارة لأن أمة تخلو من الحياء والعفة أمة لا تستحق أن تعيش أصلا أمة لا تجتهد في إحياء معاني العفة والطهارة والخلق أمة لا تستحق أن تعيش معي يا إخواني فلا بد وأن نبذل ما استطعنا حتى نحقق العفة والحياء والطهارة من جديد وإياك ثم إياك أن يضعف عندك معنى الحياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئ خمسة حقق العبودية لله تعالى واعلم أن كل جارحة عليها عبادة قال الإمام ابن القيم في هذا الموطن كلاما جميلا قال واعلم أن كل جارحة من الجوارح عليها عبودية النظر عليه عبودية فقد يكون النظر واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها الكلام طيب اللي يقول كذا ويعمل كذا يبقى قدوة يوسف ولا يبقى قدوة امرأة العزيز يبقى قدوة أصحاب الكهف ولا قدوة الفيديو كليب والممثلين في الفيديو كليب والمغنيين يبقى قدوة هؤلاء الأطهار زي الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ الحويني والشيخ العدو والشيخ الزغبي والناس الأكرم المحترمين دول ولا قدوة حب فوق وحب تحت وبحبك يا حمار يبقى قدوة مين يبقى قدوة مين يا أخوان إذن اجعل لك قدوة وخير من يقتذا به هو سيدنا رسول الله اللهم صلى على محمد النبي تخيلته صلى الله عليه وسلم وأنا أقرأ في السيرة منذ أيام فدمعت عيناي وأنا أقرأ عن رسولنا محمد قبل البعثة قبل أن يصير نبيا مكلفا ببلاغ هذه الرسالة ما سجد لصنم قط وما ارتكب حراما قط وما نظر إلى حرام قط بل كان ملقبا ولا يزال صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين طب أنا الوقتي قدامي نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين إن نور هو سيدنا النبي والضلال أهل البدع والأهواء فأي الفريقين أحق بالاتباع ألا نتبع خير من وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم أم نتبع هؤلاء الحمقى الضالين المضلين الذين يخرجون علينا في إعلام عميل موجه لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة يريدون تحويل مسار شباب الأمة من الحق إلى الباطل ومن الخير إلى الشر ومن الصواب إلى الضلال كما كانوا في الستينيات والسبعينيات قبل ظهور هذه الدعوة المباركة التي انتشرت بفضل الله تبارك وتعالى في الأفق ونسأل الله أن يزيدها انتشارا وفتحا وسدادا وإعانة يا رب العالمين وأن يفتح لها مغاليق القلوب والعقول أي الفريقين أحق بالاتباع أيها الإخوة اجعل لك قدوة ولتكن قدوتك قدوة صالحة تمانية غير قناعاتك الخاطئة كقولك ياللي بتعمل العادة السرية أنا كده كويس ده أنا كده فل زي العسل ده غيري بيزني وبيعمل اللواط أو الشذوذ ده غيري مصاحب ده غيري كذا ما تبصش في الدين للي تحتك بص في الدين للي فوقك لك الحمد يا ربي على كل نعمة ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد يبقى النهار تتغير هذه القناعات الخاطئة راجع حساباتك قبل فوات الأوان واتهم نفسك دوما بالتقصير فإن هذه بداية من أعظم بدايات التوبة ثم إليك هذا التحذير العاجل نحذرك من إهدار الوقت من غير فائدة نحذرك من الصحبة الفاسدة التي تشجعك على الحرام وتعينك عليه نحذرك من استصغار المعصية إن انت تقول والله ده حاجة بسيطة وحاجة خفيفة ده غيري بيعمل حاجة تانية نحذرك من الإصرار على الذنب فإنه لا كبيرة مع الاستغفار لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار نحذرك من الجهر بالمعصية والتحدث بها ما تمشيش تقول صحابك ده نود بكروا مية مية لا نحذرك من ذلك كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرون نحذرك من السرور بالمعصية ونحذرك من الفرح بالمعصية نحذرك أن تكون بمعصيتك من أبرز أسباب هزائم المسلمين ولنا هنا وقفة كان صلاح الدين الأيوبي الذي نسمع عنه فقط مجرد سمع لما تقول صلاح الدين يقول لك آه مش أحمد مظهر صلاح الدين أخي بلك لا مش أحمد مظهر صلاح الدين الأيوبي غير أحمد مظهر خالص لما كان صلاح الدين يمر كذا قبل أن يدخلوا في المعركة الفاصلة معركة حطين يقول المؤرخون فكان صلاح الدين ينطلق ليلا خفية لا يراه أحد فيسير قبيل المعركة بساعات فيجد أهل خيمة قد وقفوا وقد نصبوا أقدامهم إلى ربهم سألوا الله تعالى أن ينصرهم وأن يعزهم فينظر إلى هؤلاء فيقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من أمثالكم وإن شاء الله تعالى يأتينا النصر من قبلكم ثم يمر فيجد أهل خيمة قد ناموا واشخرهم با إيه فيقول أخشى أن نؤتى من قبلكم دي اللي أنا عايزة وصلها النهاردة كل واحد فينا ما بيفكرش إن معصية دي هي سبب غلاء معصية سبب بلاء معصية سبب نزول كثير من النكبات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير العادة السرية دي اللي أنت بتستهين بيها لو عملها لو عملها لو إحنا عندنا الجامعة مئة ألف عملها مثلاً تمانين ألف دي من أبرز أسباب انتشار الزنا في المجتمع ولا لا من أبرز أسباب انتشار الضلال في المجتمع ولا لا من أبرز أسباب الفشل اللي إحنا عايشين ولا لا إذن يا إخواني مسألة أن العادة السرية أو أن أي ذنب أو أي كبير سبب من أسبابها زي من المسلمين دي مسألة حقيقية ولا لا آه في علاقة ترضية ولا علاقة عكسية في علاقة ترضية بين الذنب والهزيمة صح طب وعلاقة عكسية بين الطاعة والهزيمة إذن يا إخواني لابد وأن نجتهد على التوبة الحلول العملية والحلول العملية دي أنا أولها لك وأرجو إن شاء الله أن نتة تنزلها من على الإنترنت وتكتبها كرشدة ماشي يا ريت نكتبها كذا ونطبعها في ورق ونوزها على صحابنا ونحيلهم على الشريط يعني نكتب كذا كان هذا موجز الأنباء ومن أراد التفاصيل فعليه بإنسان مع شريط كذا علشان نحاول نحيي خلق العفة اللي احنا اتفأنا أن نحن هنحيي إن شاء الله في حملة كملة اسمها حملة إحياء خلق العفاف الحلول العملية على النحو التالي واحد الاستعانة بالله ما تقولش أبدا ما فيش إيه ما فيش أمل اتنين الزواج مش لآكل يا مولانا الصيام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء أربعة غض البصر ما استطعت إلى ذلك سبيل قد تغلب قد تغلب أنا عارف والله الدنيا مش يزاي أنا أقول قد تغلب بس لا تجعل الغلبة أكثر من ساحات فوزك على شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء يبقى مرة أغلب وخمسين مرة إيه أنتصر خمسة خالف شيطانك وجاهده قدر الاستطاعة وأنت في هذا مأجور ستة اصبر على الشهوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعفف يعفه الله سبعة اعلم أن الإرادة هي العامل الأول والرئيسي لترك هذه العادة علشان كده احنا هنعمل درس اسمه كيفية تقوية الإرادة إزاي نقول إيه الإرادة إزاي أن الإرادة دي لما تقوى هي اللي هتكون عامل محفز على إيه على التوبة من إطلاق البصر على التوبة من العدد السرية على التوبة من الزنة على التوبة من الخنة كل الحاجات دي إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون إذا نشطت الإرادة وقويت أيضا ثامنا اضبط حواسك خلي بالك كده من عينك عينك دي خلي عليه كده حرص قدر ما تستطيع خلي بالك لسانك خلي بالك منه لما تيجي بالليل كده فتلاقي واحدة تكلمك عايزة تستفيرك تعمل أنت إيه تقف الباب أمام هذه المرأة تسعة صن حواسك ونق نظراتك ولا تستمع للأحاديث المهيجة من قبل الشباب ما تعدش تسمع كلام ملوش لزمة ما تعدش تسمع كلام ملوش لزمة تعد مع بعض إخواننا بعض إخواننا اللي عادين يقولوا لنا إيه يقول لنا والله إذا أنا قبل ما التزم كنت بأعمل كذا وكذا وكذا غلط تسمعش كلامت أو أنت مثلا أعد واستصحابك فأعدين تتكلموا في الإيه في الماضي هذا غلط لأن هذا يشجع على إيه على تذكر هذا الأمر وبالتالي اعتياد هذا الأمر وبالتالي الوقوع فيه ما شاء إخواني يبقى لابد من إغلاق هذا الباب ثم عليك بأذكار النوم قبل أن تنام قبل ما تنام بقى نبدأ بقى الشغل العامة ترجمة نانسي قنقر